اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نايب القائد الأعلى الناب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين تتطلع دائما نحو مواصلة التعاون مع الجمهورية التونسية الشقيقة في مختلف المجالات انطلاق من المستوى المتميز للعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين بما يلبي التطلعات المشتركة جاء ذلك لدى لقاء سمو وحفظه الله في قصر رفاع اليوم سعادة السيد سليم غرياني سفير الجمهورية التونسية الشقيقة لدى مملكة البحرين حيث رحب سموه بسعادة السفير التونسي بمناسبة تعيينه سفيرا لبلاده لدى المملكة متمنيا له التوفيق والنجاح في أداء مهمه منوها سموه بالعلاقات البحرينية التونسية ومتمنيا لتونس الشقيقة وشعبها تواصل النماء والأمن والاستقرار وخلال اللقاء بحث سموه مع السفير التونسي آخر المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي والقضايا ذات الاهتمام المشترك من جانبه أعرب سعادة السفير التونسي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد ناب القائد الأعلى الناب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما يبديه سموه من اهتمام بتطوير العلاقات البحرينية التونسية ودعم التعاون بين البلدين الشقيقين ترجمة نانسي قنقر